عشان خاطر كده لازم نبقى عارفين عمل الروح القدس في الكنيسة اول حاجة الروح القدس بيعمل في اسرار الكنيسة السابعة اول سر وهو سر المعمودية المعمودية اللي فيها الروح القدس بتحل على المية وتخلي الانسان المتعمد مولود من الماء والروح القدس وعشان خاطر كده قال الذين ولدوا ليس من دم ولا المشاة جسد ولا المشاة رجل لكن من الله ولدوا وانظروا زي ما قال بطرس الرسول انظروا اية محبة عطانا الاب حتى ندعى ابناء الله وعشان خاطر كده الابن يرس في ملكوت السماوات العبد لا يرس فمنذ بداية المعمودية بيبدأ انسان بياخد بعضها الميرون والتناول اسمه بيتكتب في سفر الحياة ويكون وارس لملكوت السماوات لان العبد لا يرس التاني سر بنغضى وعمل الروح القدس بيعمل هو المسحة المقدسة وسر الميرون ان الروح القدس بيقدس كل انسان فينا هيكل مقدس للرب احنا بنصليش في الكنيسة لما تدشن يعني معنى تدشن مع تقدس وتخصص للرب نتنهى بالميرون عشان تكون مقدسة ومخصصة للرب كذلك كل انسان فينا بيندهن جسده بالميرون عشان مقدس ومخصص للرب عشان خاطر كده قال انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم ومن يفسد هيكل الله سيفسده الله فده السر التاني السر التالت وهو سر الشكر ان الروح القدس بتنزل من السماء وتحل على الزبيحة وتحولها لزبيحة المسيح الكفرية وتحولها الجسد المسيح ودمه اللي بيالانسان لما بيتناوله بيتحد بالمسيح وعشان خاطر كده قال ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه ليست لكم حياة من يأكلني يحيا بي فالروح القدس بتحل على الزبيحة على الخبز وعصير كرمه وتحولهم لجسد المسيح ودمه وزبيحة المسيح الكفرية عشان تغفر لنا خطيانة ونتحد بيه وينصرنا على الموت وينصرنا على الشيطان ويدخلنا معايا الفردوس عشان كده استحالة انسان ما بتناولش يخش السماء يستحيل لان الانسان ربنا خلق ومخلوق متوسط بين الملاك والشيطان فيك بين الملاك والحيوان فيك الروح من الملاك فيك الجسد والشهو من الحيوان لما بتمشي صح في السماء ولك لا يزوجون ولا يزوجون بل يصرك ملاكة الله في السماء فالانسان لما بروحه بتسيب جسده ان ما كانتش هذه الروح متحدة بالمسيح من خلال سر التناول الشيطان في الاصل كان ملاك وسقط بقوة ملاك فقوى من الانسان ومن هنا هيخطف هذه الروح على الجحيم فلازم الانسان يتناول ويحافظ على المناولة يسلك كما يحق انسان اتحد بالمسيح عشان فيما بعد لما الروح بتسيب الجسد ان ما كانتش هذه الروح متحدة بل رب يسوع المسيح من خلال سر التناول الشيطان حيخطف على كهنم لان في الاصل كان ملاك واقوى من الانسان فاللي بيحمينا هو سر التناول ارجوكم محدش يأثر في سر التناول عشان خاطر الابدية غالية السر الرابع وهو التوبة والاعتراف التوبة والاعتراف ان الروح القدس بتحل عشان خاطر تغفر خطية الانسان المعترف وقال للتلاميذ اكبر الروح القدس من غفرتم لهم خطيهم غفرت لهم ومن امسكتموها عليهم امسكت فالروح القدس بتحل عشان بتغفر للانسان المعترف خطيته ويبدأ عهد توبة جديد مع الله بعد كده الاصرار التلاتة التانين دول اربع اصرار ضرور لخلاص كل انسان بدونهم استحال انسان يخش الفردوس سر المعمودية سر الميرون سر التناول سر التوبة والاعتراف بعد كده التلات اصرار التانين يخصهم ناس معينة سر الكهنوت بيخص رجال الكهنوت ان الروح القدس بتحل وتخصص او تملأ هؤلاء الناس المسؤولين عن خدمة الزبيحة وخدمة المسبح وبعد كده سر مسحة المرضى عشان خاطر تحل الروح القدس تشفي المريض وسر الزيجة عشان خاطر توحد الزوجين خلوهم جسد واحد في المسيح حزو الكتاب ما جمعه الله لا يفرقه انسان اشتركوا في القناة